اشتركوا في القناة اوسع مساحة الخيال استعين بجملة الصديق علي حاكم صالح في حديثه عن سرقون بولوس ومحمود البريكان لأقدم الأستاذ محمد خضير وهو الذي يمضي بقارئه مع كل كتاب جديد إلى تخوم بعيدة في الكتابة وتلك ميزته واستثناؤه في آن فهو الثابت المتغير والمقيم المسافر والصموت المتكلم والمواطن الأبدي في مدن الخيال التي تبدأ جميعها من جهة ما في مدينته البصرة وتنتهي عندها أسقط محمد خضير فرضيات وأفكارا كثيرة وأقام بدلا عنها تجاربه في الكتابة فالسفر في مكان واحد يتغير في كل وقت هو السفر في أبدية المكان وسحرية الزمان وما بينهما تنشأ مدن وتتوالد قصص وتورق أفكار ومرويات إنه البستاني المقيم في خان العالم والكلمة المضيئة في حديقة السرد معكم اليوم ندخل حدائق الوجوه حيث لكل وجه قناع ولكل قناع حكاية طاغور وماركيز وبورخس وجبران وأبو العلاء المعري بعض من وجوه الكتاب وبعض مروياته بستاني الطفولة رهين حديقة واسعة الأرجاء حلم يوما بأنه يمضي من حديقة إلى حديقة وينصت لما تقوله الأشجار والوجوه الخفية أخذ ينصت لفيض حكمتها الذي لا ينتهي في صوت محمد خضير نستمع لما تقوله الأشجار والوجوه والحدائق والمدن البعيدة ومع محمد خضير ومعكم نبدأ كل مرة على نحو جديد مساء الخير أستاذ محمد مساء النور شكرا لصديق الدكتور لؤي على هذا التقديم شكرا لكم يسعدنا يسعدنا جدا أن تكون اليوم حاضرا ومتحدثا وفاتحا صفحات حدائق الوجوه هذا الكتاب الذي احتفت به المدى مع معرض الكتاب الأول في البصرة ترى أستاذ هل كانت الحديقة في هذا الكتاب مركزا للعالم مثل ما كان السردو مركزا للمعرفة طبعا طبعا حدائق الوجوه هو نظام سردي قبل أن يكون قصصا مجموعة في كتاب ونظام الكتاب السردي في حقيقته قد جاء متأخرا في رؤيتي ومعرفتي للسرد كون السرد كما تفضلت هو مركز العالم أو برهان إذا يعني إذا يعني إذا خصصت نفسي بنوع من كتابة السرد وهو القصة القصيرة فأعتقد أن القصة القصيرة هي برهان بسيط على تعقد أو مركب عظيم كبير مثل الوجود ومثل الفكر ومثل الرحلات ومثل السير فهو برهان بسيط يأخذ جانبا من براهين الوجود الكبرى هذه الرؤية أو هذه الفكرة عن السرد جاءت متأخرة حقيقة هذا الكتاب أول طبع إلى عام 1995 عن دار المدى وبالطبع أي كتاب لا يولد كاملا وإنما هو حصيل التراكم بطيء لملاحظات ولأفكار ولقراءات لذلك إذا قلنا 1995 فمعنى أن بدأت في تأليف هذا الكتاب قبل وقت طويل من صدوري وفي الحقيقة عندي فكرة عن كيف تصدر الكتب أو كيف تجمع القصص في كتاب ربما هذا الرأي أبديته يوما لمحمود البريكان قلت له أستاذ أنت لا تستطيع أن تمرحل قصائدك قصائدك ولدت معك دفعة واحدة وبعدئذ صارت المرحلة عبارة عن مناسبات ومصادفات بحثة ظهرت متسلسلة بهذا الشكل قلت قلت له ذلك عندما وضع على قصائده الأخيرة التي نشرتها الأقلام السدم وتكوينات تاريخ 1995 1995 أو 1995 أو 1998 قلت له أنت لم تولد شاعرا في هذا التاريخ وإنما ولدت قبل ذلك بوقت طويل وقد ولدت قصائدك معك ولكن مناسبات النشر ومصادفات الوجود المطبعي هي التي سلسلت هذا النتاج أو هذه القصائد حقيقة أن كتب الكاتب تولد معه أيضا قصصه تولد مرة واحدة ثم يأخذ في مرحلتها أو تسلسلها ونشرها جميل كتاب حدائق الوجوه نشر في 1995 ولكن قبل ذلك بمدة طويلة جاء بعد ثلاث مجموعات قصصية المملكة السوداء وفي درجة 45 مئوي ورؤيا الخريف في تلك المجموعات الثلاث كنت أجمع القصص جمعا تراكميا عشوائيا ولو أني أكتبها كما قلت بفكرة الوجود الواحد أو الظهور الواحد ولكن في نشرها كنت أنشرها على اعتبارها أعمالا متفرقة تجتمع عشوائيا أو كميا بعد هذه المجموعات الثلاث تغيرت نظرتي لكيفية جمع القصص القصيرة بما أني يعني كرست نفسي لكتابة القصص القصيرة فكيف أحدث قطعا في نسق التجميع هذا التجميع العشوائي أو الكم حدائق الوجود في 95 هو قطع نسقي لطريقة جمع القصص ونشرها في كتاب واحد لذلك اعتمدت وأنا أفكر في هذا النظام منذ وقت طويل اعتمدت أنظمة السرد العربية القديمة في التراث العربي القديم مثل ألف ليلة وليلة ومثل كليلة ودمنا والمقامات العربية وغيرها من أنظمة السرد العربي لاحظت أن العرب كانوا يمتلكون في حقيقة الأمر فكرة جيدة وعميقة ومستقبلية أيضا لكيفية جمع مقطوعات سردية متفرقة في كتاب واحد لقد اعتمد ما سمي في النقد الحديث بنظام الإطار أو البنية الإطارية أو البنية التنظيدية لمجموعة حكايات مجموعة سرديات تحيطها أو تؤطرها حكاية رئيسية هذا الكتاب مبني على هذا النظام السردي العربي القديم هناك حكاية رئيسية هي حكاية البستاني الذي يطوف بين سبع حدائق ويخصص لنفسه حديقة واحدة بينما يترك لهذا البستاني أو يترك لهذا البستاني أن يطوف في الحدائق الست الباقية ليؤلف منها قصصا وحكايات تنتظمها تنتظمها هذه الحكاية الإطارية الكبيرة وهذا ما نراهه مثلا في ألف ليلة وليلة قصة شهر زاد مع شهر يار أو في كليل ودمنا قصة الوزير الذي يبعث ليأتي بكتاب عند ملك الهند وأيضا في المقامات العربية سواء كانت مقامات الهمذاني أو الحريري أيضا هناك حكاية إطارية كبيرة وضمن هذه الحكاية الإطارية الكبيرة تتوزع حكايات فرعية قصيرة هذا النظام السردي يبرر لي أن أجمع قصصي في كتاب ومن دون هذا النظام الإطاري أو التنظيدي لا يمكن لأي كاتب قصة قصيرة أو لا يبرر لأي كاتب قصة قصيرة أن يجمع قصصه في كتاب هذا الكتاب أنا اعتبر قطع رئيسي في نسق التجميع العشوائي والكمي للقصص وأيضا إيجاد نظام عربي للسرد يعني نحن في حقيقة الأمر نفتقر إلى ما يسمى بالنظرية السردية العربية هناك سرديات ترجمة أوروبية وخاصة كتاب جينيت المعروف عن كتاب الحكاية بينما لا أعتقد أن العرب قد جرأوا أو قدموا حتى يعني مقدمات لنظرية سردية عربية أعتقد أعتقد أي كتاب من كتب المتأخرة غير حداق الوجوه مثلا بعد إذن يعني صدر أحلام باصورة وكتاب العقود وأيضا كتاب العشار وهو كل هذه الكتب السردية تعتمد هذا النظام الإطاري أو التنظيدي في جمع القصص وفي الحقيقة هذا شيء مهم شيء مهم يفترض أن هناك مركزا رئيسيا للوجود وهناك فيوضات أو تدرجات للعقول تنتهي عند العقل الإنساني طيب أستاذ محمد هذا التحول من المجموعة القصصية إلى الكتاب القصصي نعم هل كان تحولا داخليا من داخل بنية العمل القصصي نفسه من داخل مختبر السرد أم تحولا يعني بحكم إعاز ثقافي من الخارج من خارج الكتاب ومن خارج المجموعة القصصية يعني على وفق تدرج وعي الكاتب نعم نعم وفي الكتب الثلاثة الأولى كان هناك وعي خارجي هناك وعي خارجي يخضع لمجموعة مؤثرات كثيرة نعم لقراءات لمؤثرات عربية عراقية وخاصة سردنا العراقي يعني الشهير يعني كتاب الشهيرين وغيره فيما بعد أنا باعتقادي يجب للكاتب أن يفكر في نظام داخلي أو في تجربة داخلية لجمع قصصه أو سردياته وبعدئذ لا يبرر أي لا تبرر لأي مجموعة قصصية أن تجمع قصصا قصيرة إلا عندما تمتلك نظاما داخليا أو روابط أشبه بروابط الانترنت تجمع هذه الأطر في إطار واحد مركزي إذن تحولنا إلى التجربة الداخلية وفي حقيقة الأمر أنا باعتقادي إذا لم تسألني أسأل نفسي أنا باعتقادي أنه أي كتاب يكتبوه الكاتف هو عبارة عن سيرة سيرة ذاتية أي كتاب أي مؤلف في أي مكان في العالم يدرك أهمية هذه الروابط الداخلية يدرك أهمية البرهان السردي على الوجود لا بد أن يكتب سيرته الذاتية مما كانت درجة الأهمية لهذه السيرة قد لا نمتلك مثلا سيرة هيمينغوي أو ماررو أو ماركيز أو غيرهم من كتاب العالم لكن أعتقد أي كاتب في العالم لديه سيرة خاصة هذا الكتاب هو شكل من أشكال السيرة الذاتية ولكن أي سيرة في حقيقة الأمر لا يستطيع الكاتب أن يكتب سيرته الذاتية بالمعايير الحديثة لأن ليست لكاتب ما سيرة ليست له سيرة خاصة به هناك سيرة تمر عبر سير الآخرين الذين شاركوه العيش أو شاركوه المكان ولذلك أي سيرة ذاتية بالمعنى التقليدي للسيرة مستحيلة لا يمكن أن يكتبه كاتب إذن ماذا يفعل هو يوزع شذرات أو مقاطع أو إنشاءات من سيرته الذاتية في جميع كتبه وهذه السيرة تأخذ شكل القصص أو تأخذ شكل المسرودات القصيرة الداخلية أو المقطعات أو الرسائل بمفهوم السرد القديم يعني يقال أنه الفلاسفة عندما ألفوا الرسائل مثل منطق الطير أو غيرها من هذا إنما كتبوا سيرتهم الذاتية سيرة الوجود سيرة العلاقة مع الذات الإلهية إلى آخرين وأفرغوها في شكل يبعد عنهم أي شبهة ما فإذا مثلا جنحوا أو شطوا فيبرر لهم أنهم كتبوها في شكل قصة نعم سيد محمد إذا نرجع الكتاب حدائق الوجوه فالكتاب وزع على أقنعة وحكايات نرى أن البستاني هو أول الأقنعة نعم فترى هل المؤلف هو الذي ارتدى البستانية قناعاً طبيعي هو هذا المقصود لأنه ثمت يعني شذرات من طفولة البستاني نعم هي شراكة بين البستاني والمؤلف صحيح صحيح هو البستاني قناع الأول نعم ولكل قصة قناع يعني مثلا سميت قناع جبران بحديقة النبي وطبعا معروفة هذه وتاغور بحديقة الصمت إذا لكل قناع اسم أو لكل يعني باب أو قصة قناع بالنسبة لبورك سميت حديقة العالم نعم جبران قلت لك أبو العلاء سميت الفصل ما لحديقة الغفران نسبة إلى رسالته الشهيرة رسالة الغفران نعم نعم بالنسبة إلى حديقة الحب نسبتها إلى رابعة العدوية وهكذا كان البستاني يطلق أو يقترع أو يبتكر هذه الأقنعة كلما انتقل إلى حديقة من الحدائق قصة في الكتاب طبعا هنا القناع هو الفكرة التي قلتها عن السيرة الذاتية لا يستطيع الكاتب أن يعبر عن سيرته الذاتية بشكل مباشر وأنما ينسب هذه السيرة إلى شخصية تأثر بها وكتب تحت قناعها فهو البستاني هو قناع المؤلف الذي أعاره إليه قبل أن يدخل إلى خان العالم وهذا التعبير من جلال الدين الرومي ويستعد للخروج من هذا الوجود أو هذا الحياة ثم تشراكة أخرى لهذا الكتاب مع السردية الصوفية أو لكل ما وصل من تراث الصوفية فالصوفية حاضرة في هذا الكتاب ترى هل تنظر إلى يعني مجرى نهر الإنسانية الدائم الجريان عبر تشكيل صور وأقنعة وحكايات مستمرة نعم 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 طبعا يعني قدم المتصوفة رؤية عالية جدا للعالم يعني لوجود العالم وعبروا عنها بما يسمى بوحدة الوجود وهذه معروفة أو الحلول وهي رؤية مشتركة بين الأديان كلها بين الإسلام والبوذية والكونفوشيسية والمسيحية واليهودية إلى آخرين وحدة الوجود الكاتب هو جزء صغير من وجود كبير هو عنصر أو هباء قليلة أو صغيرة الحجم من وجود عظيم جدا لا يدركه إلا بواسطة العقل أو بواسطة الأدلة والبراهين وغيرها من إذا عجز عن تقديم برهان ذهب إلى الشطح والخيال والخيال هو يعني عامل أو وسيلة مهمة من وسائل الكتاب السردية لكن هذا الخيال له رابط قوي بروابط العالم المادي الواقعي وهناك علاقة متبادلة بين الخيال وبين الواقع نعم هي علاقة السرد بالوجود أيضا نفسها طيب في حال التحول المنجز من المجموعة القصصية إلى الكتاب هل بقي البرهان محافظا على حيويته على قيمته الصغرى في هذا البنيان الكبير نعم يعني انتقل من كونه يعني كانوا يسمونه قصة قصيرة في وقت ما النقد كان يسميها القصة الصغيرة كان محمود تيمور يسميها الشكل حقيقة القصة القصيرة اسما أو اصطلاحا لا يدل على ما هي هذا العمل أو ما هي هذا النوع القصة القصيرة هي عمل كبير جدا وإذا انتظم في نظام سردي معين وبالطبع ستلاحظون أن أي كتاب هو فيه نظام مختلف يعني في عدائق الوجود الوجوه هناك نظام الحديقة مثلا في العشار هناك نظام الطبوغرافيا سميتها المكانية في كتاب العقود هناك نظام العقود الزمنية فأي كتاب يخترع نظاما سرديا خاصا به لكي يخرج بهذا النوع الصغير إلى مداهل أكبر حتى يوصل إلى درجة الرواية ولذلك كثير ما أسأل لماذا لم تكتب الرواية حقيقة أنا اكتفيت بهذه الأنظمة التي ترتقي بهذا العمل الصغير أو هذا العمل الحرف الحرف أو اليدوي أشبهه بالعمل الحرف اليدوي إلى مستوى الروايات الكبرى يعني يكتفي الكتاب بنظامه كما تكتفي الرواية بعالمها المتعدد الفصول والأماكن والشخصيات هنا هنا في القصة القصيرة تكون الأهمية للنظام بعكس الرواية تكون الأهمية للشخصيات والأحداث وهذه حقيقة ليست في رأيي من طبيعة التفكير العربي الشرقي الإسلامي لا يكتفي الكاتب العربي الإسلامي يعني في الشرق الإسلامي بأن يؤلف كتابا يقتصر على الأحداث والشخصيات إن لم يكن هؤلاء أو إن لم يكن هذا النتاج هو قناع أو تعبير عن نظام أكبر هو نظام الوجود أو نظام الحقيقة أو نظام الخيال أو غيرها من الأنظمة إذن القصة القصيرة تستطيع أن تعبر عن حقيقة أكبر مما تعبر عن هالرواية باعتقادي الرواية تكتفي بالشخصيات والأماكن وتبني منها حادثة معينة أو حبكة كما تسمى وبعديا هذه الحبكة تلتقي خيوطها وتنتهي بنهاية القصة القصيرة لا تنتظر مثل هذا التصاعد أو مثل هذا الترتيب أو مثل هذا البطء حتى في إيجاد نهاية القصة القصيرة هي سهم محوري نحو الهدف أو نحو النهاية ولذلك تعرف القصة القصيرة بأن فن الإحساس بالنهاية والمقصود أن القصة القصيرة تعبر عن برهانها بشكل محوري بشكل مباشر بشكل حقيقي إلى النهاية والقارئ معقولة ينتظر مثلا 500 صفحة 600 صفحة حتى يجد النهاية لا أهمية للنهاية بعد هذه الصفحات الكثيرة لأن ربما فكره أو ربما قابليته على الانتظار أو ربما المشاغل الكثيرة في الحياة الحديثة المتغيرة ربما تصرفه أو ربما تبعده أو ربما حتى تقلل لديه هذا الشوق والرغبة لإيجاد حل أو نهاية فالقصة القصيرة هي تقريبا هذه أهم في إيجاد نهاية أو في إيجاد رؤية مباشرة قوية جدا بدون أن تلجأ إلى الحبكات أو إلى الشخصيات حتى أو إلى الأمكنة أو غيرها يعني ربما تستغني القصة القصيرة الحديثة عن هذه العناصر وهي عناصر مهمة في كتابة القصة القصيرة الشخصية والمكان والزمان ربما القصة القصيرة الآن تستطيع أن تصهر هذه العناصر في وحدة بؤرية ذات نهاية قوية جدا شكرا سيد محمد أنطوني الحقيقة إشارة لفتح باب الحوار طالما أننا نقدم حوارية هذا المساء نفتح باب الحوار لحبي يتفضل يعني يحدث يتحدث مع أستاذ محمد أخضير فأهلا وسهلا شكرا محمد أنا أنا الحقيقة فقط أرغب أن أبلي تحفظ على مقولة الارتقاء في حال مقارنة القصة القصيرة مع الرواية يعني أعتقد التمايز النوعي بين القصة القصيرة والرواية هذا نقديا معروف ومميز ومشهود له من دون مقولة الارتقاء من أحد من الآخر مثل ما جنابك ذكرت عدا هذا ممكن أن نعاين كل نوع إبداعي قصة قصيرة أو رواية لوحدة من خلال براهينه حسب مصطلحك المميز براهينه الخاصة في بيان قدراته أو طريقته في رؤية العالم والاشتباك مع العالم وأنا أتعمد استعمال مصطلح للاشتباك مع العالم كترجمة لمقولة السيرة لأن السيرة كما أظن هي ليست بالضرورة اعتراف من قبل المؤلف وهو يكتب نص معين وإنما هي صياغة لواقعة اشتباك المؤلف مع العالم تهتي هذه ضمن نص قصة قصيرة أو قصيدة أو رواية أو أي شكل أخمى شكرا لإبداع شكرا جزيلا لا شك أي نوع عدبي يفي بالغرب أن يعبر عن رؤية معينة للكاتب الاختلاف دكتور أسعد الاختلاف أن الرواية ليست نظاما عربيا ومن أقول عربيا ليس بالمعنى القومي أو الجغرافي أو المناطقي أو أي اعتبار آخر نظرية 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 غربية بحتة العرب لم يقدم العرب المعاصرون يعني لم يقدموا نظرية للرواية تقابل أو تضاهي النظرية الغربية في الرواية أعتقد إذا أراد الكاتب في هذه المنطقة أن يعبر عن رؤيته فيجب أن يستحدث نظاما ولا يستحدث نوعا أدبيا ينهي نظرية الأنواع الأدبية أيضا أصبحت نظرية تقريبا في حكم الزوال إذا صح التعبير ولكن حتى القصة القصيرة أشك في أن النقاد يستطيعون أن يبتكروا نظاما لها أو تعريفا آخر حتى تسمية القصة القصيرة هي ليست دقيقة الآن الوقت الحاضر القصيدة ليست هي قصيدة في الوقت الحاضر تشبه قصيدة الماضي يعني إذن الأنواع الأدبية القديمة وجدت لضرورات أو لمبررات معينة ضرورات تاريخية ضرورات صناعية تجارية يعني تبعا لطبيعة المجتمع التي أنتجها الحداثة الآن الحداثة ونحن نتكلم بمنطق الحداثة طبعا عندما نقول نظام السرد العربي القديم فنقصد به النظام السرد القديم المكيف لحداثة عربية جديدة لهذا المعنى وإذا كان ألان تورين مثلا قال أنه الحداثة أو ما بعد الحداثة الصناعية بعد المجتمع الزراعية والتجارية أصبحت حداثة أيضا قديمة والآن يتحدثون عن ما يسمى بالحداثة الفائقة فالحداثة الفائقة أيضا تحتاج أو تطلب أن توجد أنواع أو تسميات أو تعريفات أو أنظمة جديدة للأنواع الأدبية أي حديث عن الأنواع الأدبية باعتبارها رواية قصة شعر مسرح حتى المسرح تغير كثيرا الرسم تغير كثيرا الموسيقى تغيرت كثيرا إذن من الصعب أن نقول أننا ننتج ضمن هذا النظام القديم نظام الحداثة القديم نحن ننتج ضمن النظام الحداثة الفائقة وإنما نظام ما بعد الحداثة القديمة الحداثة الصناعية أو حتى بالنسبة إنما بعد حداثة الاستعمار مثلا الاستعمار هو واحد من العوامل التي أنتجت مثل هذه الأنماع الأدبية لدينا عندما جلبت لنا المطبعة عندما اخترعت لنا الصحافة عندما أدخلت الدور السينما وهكذا هذه الحداثة ما بعد الاستعمار ما بعد الكولونيالية أيضا تغيرت حتى النقد الثقافي الآن في أوروبا حتى نتحدث عن رواية ما بعد الاستعمار أيضا صارت قديمة رواية ما بعد الاستعمار تتعلق بفترة معينة فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وقبل تحرر الدول من الاستعمار الآن تجاوزت هذا النوع من الحداث يعني أفريقيا أو آسيا تجاوزت مثل هذا الإطار الذي حدده له الاستعمار أصبحت الآن دول مكتفية بذاتها مستقلة متحررة بالمعنى الحقيقة للتحرر الآن تبحث عن نظم عن أدوات وسائل عن أنواع أخرى للتعبير تختلف كثيرا فالحديث عن الرواية أو الشعر أو القصة القصيرة أو ما شاء بعض صحة حديثا باطلا يعني أو حديثا يعني يقال ولكن لا يدخل ضمن الأساليب أو ابتكارات الحداثة وما بعد الحداثة في وقتنا الحاضر لنجب أن يبتكر كل كاتب حداثة لنفسه أو نظاما لنفسه أو رؤية لنفسه أو تصورا لنفسه يشبه ذلك التصور الذي انبثق أول مرة في عقله يعني أوديسسا مثلا ألفين وواحد الذي كتبه أرثر كلارك ومن كتاب الخيال العلمي يصور البشرية في أول بدايتها وكيف الإنسان اخترع طرق الخطاب طرق المعيشة أو غيرها الآن نرجع إلى مثل هذا التصور البدئي أو الأولي عن الأشياء كيف كيف يمكن أن ننتج حداثة من طبيعتنا الشخصية أو العقلية أو الروحية نعم مداخلة أخرى إذن يتفضل أستاذ محمد خضير لتوقيع كتابه و الكتاب متاح للحضراتكم أهلاً وسهلاً بكم شكراً شكراً لكم على هذا الأصعار شكراً لك وأرجو أن تعذروني شوية أخذنا من وقتكم يعني بس هو هاي شو سوي اتفضل 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 نعم شكراً شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم